مرحبا بكم في قناة موبيل انسي كريدر بالعربي اليوم سمحة محاول فتح حساب جوجل من هاتف نوت اندرويد 10 بزمة عبريل وميلي نجرب اولا الهاتف وهو مقفل على حساب بوغل املا كما تشاهدون الهاتف مقفل نحاول نبدأ العملية اضغط على جهة نقاط في الواحد مكاتيح نختار سامسونج بيس اضغط على العنوان البيت الالتروني الصفحة تخطى نضغط على ادريس نختار اي حساب الا جوجل اختار hotmail من ميكروسوفت سوف احاول ادخال حساب خاص بي من ميكروسوفت او hotmail لتو حاول تجربة هذا الايميل انو خاص بي حاول ادخال حساب خاص بك انت حساب خاص بي من ميكروسوفت اضغط على ثلاث نقاط في اعلى الشاشة على اليمين نختار setting ثم نعود نفس العملية ونختار نقاط فيدباك ندخانة البحث نبحث عن يوتيب نكتب يوتيب ونضغط على السطر الاول نشغل الفيديو نضغط على العنوان نقاط فيدباك نقاط فيدباك نقاط فيدباك نذهب الى رمز الحساب نختار setting ثم history ثم youtube and series نقاط الآن ندخل الى الموقع الخاص بفتح الحساب nccalader.com slot samsung asamlook نحمل تطبيق setting نختار ACR اول او التاني setting نضغط على ثلاث نوقات في الاعلى ونختار download download نحاول تسبيت التطبيق setting نوافق على الخانة الاعلى نبدأ install install ونقوم بفتح التطبيق open وافق ونقوم بفتح التطبيق بحاجة عن الخانة biometric antiquity نختار نختار order circuit security setting نفاعل pin windows ندخل الى pin windows نفاعل الخانة اسفلة نختار pin مثلا ندخل 4 اصفال نعيد نفس العملية 4 اصفال تمت العملية بنجاح الام لقد تم خط الهاتف نعيد تشغيل الهاتف انه موسيقى اشخاص الكتار لن انتقل موسيقى نخص موسيقى انتقل الآن بعد تشغيل الهاتف سوف يطلب كثيرا مزدي ادخلته وهو اربعة اصفال وعشك نبدأ العملية الآن عندما يحاول الهاتف طلب طلب رمز الهاتف سوف تطخيل نفس القاملة ادخلتها في الاول وهي اربعة اصفال هي طلب منك مرة اخر الحساب اتخذت الان الحساب ثقبت اتخذ 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة